نبدأ بالتهنئة والتبركات لأسود الرافدين هذا المنتخب العراقي الذي رفع اسمنا عاليا في آسيا وفي جميع الملاعب من الدوحة كان اليوم هذا الإنجاز الرياضي والذي تحقق بفضل كل اللاعبين وتميز فيه كما هو متميز الكابتن أيمن حسين الذي حقق تأكيدا لدوره الشجاع وبطولته المستمرة في تحقيق الأهداف رغم إصابته نحن نعرف المباراة الماضية كانت مع المنتخب الياباني أصيب الكابتن أيمن حسين لكنه اليوم أمام نجوم فيتنام الذهبية أمام هذه النجوم استطاع أسود الرافدين أن يحققوا هذا الإنجاز وهذا الفوز الكبير فتحية لهم تحية لبطولتهم تحية لشجاعتهم وهم يستمرون في هذا الإنجاز وخلونا نقول رسالة يعني هذه المباراة أن العراق وسود الرافدين منذ المباراة الفائتة هو متصدر لكن الآن لنعتبر هذه المباراة بشوطها الأول وما رافقه يعني من ربما تميز لدقائق من المنتخب الفيتنامي ثم عودة أسود الرافدين لتأكيد دورهم للحفاظ على الحصول على النقاط بدور المجموعات كاملة خلي اعتبروها مباراة يعني هذه مثل مباراة تدريبية يعني شنقول يعني هذه نوع من الاستعداد للمرحلة الجاية واختبار لعدد من اللاعبين الذين بعضهم كانوا على دكة الاحتياط نقطة مهمة ثانية نود أن نقولها من ستوديو التاسعة إننا نحيي الجمهور الرياضي الذي ما زال حتى لحظة المباراة وحتى ما بعدها كان متميزا في تفاعله وحظي بمحبة كل أشقائنا في دولة قطر الشقيقة وفي دول الخليج العربي وكل الذين جاءوا إلى البطولة من المغرب العربي وكافة بلدان وأقطار الوطن العربي بل حظي بمتابعة واهتمام جميع الذين جاءوا من دول آسيا الجمهور الرياضي منضبط الجمهور الرياضي متميز وهذا حقيقة يجعلنا نفتخر به